صنعاء الان استهدف طيران التحالف هذا المبنى الحكومي وهذا ما كان فيه تفاصيل عجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اربط مصادر محلية في العاصمة صنعاء صورا اولية لمبنى حكومي شملته سلسلة الغارات التي يواصل طيران التحالف تنفيذها على العاصمة صنعاء منذ نحو ساعتين عقب اعلان التحالف عن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة قال انها تستهدف مواقع واهدافا مشروعة للحوثي في صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتهم وافادت المصادر المحلية ان طيران التحالف استهدف بين سلسلة الغارات التي نفذها على العاصمة صنعاء خلال الساعتين الماضيتين والتي تجاوزت العشرين غارة مركز الاطراف التابع لوزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسلطات حكومة الحوثيين في العاصمة صنعاء والحق بالمركز اضرار المادية بالغة لشدة صواريخ الغارة موضحة ان طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عود استهداف منطقة الحفى في مديريات السبعين جنوبية العاصمة بغارتين واستهدف منطقة النهدين في المديرية نفسها بثلاث غارات بعدما كان استهدف المنطقتين بغارات عدة اتسمت صواريخها بالانفجارات العنيفة جدا على نحو غير مسبوق ومثير للرعب وحسب المصادر المحلية فان طيران التحالف استأنف منتصف الليل تنفيذ سلسلة غارات اتسمت صواريخها بشدة الانفجار على شمال العاصمة صنعاء واستهدف حي النهضة بثلاث غارات ورابعة باتجاه معسكر الفرقة الاولى مدرعة في شارع الستين الشمالية كما استهدف معسكر الاذاعة ولواء النقل ومعسكر 48 جنوبية العاصمة صنعاء اشتركوا في القناة